السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبتي العزاء عدنا محاضرة بعنوان Glycogen Metabolism Glycogen is the major storage carbohydrate in animals corresponding to starch in plants احنا قلنا Glycogen هو يعتبر storage in animals قبل البلانت هو عدنا البتارج يعني Glycogen هو متنوع من الكلوكوز مرتبط بالأواصل Alpha 1-4 and Alpha 1-6 language It's the branch polymer of the glucose نوع العيزومر هو D and muscle glycogen is readily available sources of glucose for glycolas within the muscle itself Glycogen المخزون بالليفر يطاقة فقط للمسل وليس للجسم كله بينما Glycogen المخزون بالليفر يطاقة ATP for all the body Okay To maintain blood glucose between meals Glycogen Glycogen is the major storage for the hormone of glucose mainly in the liver and muscle نسبة الجليكوجين المخزون بالليفر بحدود 6% بينما نسبة الجليكوجين المخزون بالمسل بحدود 1% على الرغم ان المسل هي المخزون بالليفر بحدود 3-4% The sensitive of glycogen is also glycogen is and glycogen is metabolism طبعا هنان different pathway Glycogen is هو عملية تكوين الجليكوجين من الكلوكوز وتجميعه بينما Glycogen is عملية تكسر الكلوكوز من الكلوكوز المتجمعه في عملية Glycogen is in liver حتى الاحتياج الى الطاقة إذن Glycogen is is catabolism hidden الكلوكوز من الكلوكوز بينما Glycogen is هي عملية تكوين الجليكوز إذن different pathway Glycogen is and glycogen is are both تعتبر histolic process إذن هن يناسب العمليات أو الباثوي المسارات هن يناسب ستم في الساشة بلازم إذن Glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is the pathway for the formation of glycogen from glucose This process requires energy to be supplied by ATP and uridine tri-phosphate طبعا الاخر عن the muscle and liver إذن Glycogen is glycogen is تحدث في muscle and liver وتحتاج الى خمية من الطاقة لخزن بGlycogen في عملية Glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen هات الكلام اللي هن يجعلي هو نفس اللي موجود بالمخطط السائل يعني هنا بشكل مترد بشكل شرع أو بشكل تحبون بشكل مخطط هات السلايد أيضا يتكلم عن الباثوي تابعا نفس اللي بشكل مختط عندنا الباثوي الذي نشوفه كله منه هو Glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen is glycogen نبدأ من أسفل المخطط اللي هو كروكوز تابعا نشوف نحن الكروكوز حيمر ربما مغرين من الجهة اليمنى هيова glycogen كيف تحلل تابعا نفس اللي هات السحلل اذا اسفل المخطط يبدي بكلوكوز واعلى المخطط يبدي بجلايكوجين زين نبدي العملية الاولى اللي هو جلايكوجين سيرز يعني هنبدي من اسفل المخطط بكلوكوز باتجاه شنو عدنا الجلايكوجين عدنا الكلوكوز يتحول الى كلوكوز سيكس فوسفيت شو اتجاه السهم رفزولي على اتجاه الاسهم كلوكوز يتحول الى كلوكوز سيكس فوسفيت اذا دخلت مجموعة فوسفات برقم 6 عن طريق كلوكوكاينياز احنا قلنا الكاينياز هو الانزيم المكسر اللي يدخل مجموعة فوسفات على الجزئة اللي هي كلوكوز عدنا بها رقم 6 نحتاج عملية ادخال الفوسفات برقم 6 الاتب يعني طينا مجموعة الفوسفات الاتب تتحول الى الاتب وبجود الكوفاكتر اللي هو الامجي بلاس 2 اذا تحول كلوكوز الى كلوكوز 6 فوسفيت كلوكوز 6 فوسفيت بواسط فوسفو كلوكو ميو تايز اللي هو هاي الانزيمات باللون البرتقالي داخل المكتقيل فوسفو كلوكو ميو تايز الميو تايز يحول المجموعة الفوسفات برقم 6 الى رقم 1 كلوكوز 6 فوسفيت تحولت الى كلوكوز 1 فوسفيت عن طريق ايضا الانزيم تناه فوسفو السلوكو ميوتايد وبوجود الانجي بلاسو اللي هو كوفاكتر اذا حصلنا هسا كلوكوز 1 فوسفيت من كلوكوز 6 فوسفيت كلوكوز 1 فوسفيت حيدخل بتفاعل مع يوتي بي انتبهولي يوردين تراي فوسفيت يخرج مجموعة فوسفات ويصير يودي بي يخرج مجموعة فوسفيت يتحول الى اليودي بي يتفاعل مع الكلوكوز وان كوزبيت يطيني اليو دي بي كلوكوز يعني, يوردين داي, كوزبيت كلوكوز. اوكي? هتفاعل شنو؟ كلوكوز وان كوزبيت زايدا اليو دي بي! اليو دي بي شون حصلت عنا؟ حصلت باليو دي بي يطلع عنا ال بي آي او الكوزبيت يطيني يو دي بي. فايتفاعل homofulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulf برايمر يطلع اليو جي بي بعد احنا ما نحتاجه. اذا شنو فائدة اليو جي بي? اذا خلنا نزموعة التفاعل مع الجليكوجينين فيضطينا جليكوجين برايمر. الخطوة هاي اعيدها احنا اليو جي بي جي يتفاعل ويه الجليكوجينين يضطينا جليكوجين برايمر. مكما دا تشوفون هنا بالمخطط. ورا ما يتكون الجليكوجين برايمر. حيطلع عنا اليو جي بي بعد ما نحتاجه. وبالتالي كوننا بادئ الجليكوجين. شنو يعني بادئ الجليكوجين? يعني احتواء على اصرة الفا وان فور اونلي. اوكي. بادئ الجليكوجين او بلايكوجين برايمر. يشبه دا نشوف الفا وان فور بلايكو سيليوني. يعني بدات من الفلوكوز من فصلة بياه اصرة الفا وان فور. زي هاي لينيار نحتاج الى الفا وان سيكس عم يتكون البرايمر. وبالتالي يكتمل تركيب الجليكوجين الفا وان فور عند الفا وان سيكس عن طريقة برايمر شنو انزايم اللي يدخل الفا وان سيكس المن للجليكوجين برايمر. اهنان بهاي الحالة بس مجرد في البرايمر انزايم دخلة الاصرة الفا وان سيكس. فبالتالي كوننا الفا وان فور عند الفا وان سيكس لجليكو سين يونت. اذا نتكون عندنا لجليكوجين. لينيار بوند اللي هي الفا وان سور وعدنا البراانشينج بوند اللي هي الفا وان سيكس تكون لجليكوجين. هذا المخطط يعتبر نصف. مخطط الباسوي هي عملية تكوين من ذكي المخططي مرورا الى ثم Tiere practice. هاي الانزما هي جدا مهمة. هاي تخفض بالخطوات المتسلسلة. اذا اجبت المخطط الباسوي اوف غلايكوجين وجلايكوجينولاست فالمخطط كل اين ستبام. لكن الى اجبت فقط تفعيم chiffaki ХSC هاي اللي شرحتها من من الكلوكوز الى الكلوكوز نجي العملية المعاكسة اللي هو الكلوكوز نبدي باعلى الباسوي اللي عندنا شنو الكلوكوز الكلوكوز يتحلل الى كلوكوز يمر عبر تفاعلات الى الكلوكوز وان زين هاي الحالة شو عاني اكثر الكلوكوز محاوله الى كلوكوز وان كوز فيت عن طريق تو انزايم انتبغولي الى اول انزيم دورة لتحلل الكلوكوز الى كلوكوز وان كوز فيت الانزيم الثاني انتبغولي هو دي برانشينج انزايم اهنان الدي برانشينج انزايم هو انزيم الكاثر للاسرة الفان وان كوز وبالتالي احنا تكسرنا الاواصر عن طريق الدي برانشينج انزايم وستكون فيه كلوكوز وان كوز فيت يتحول الى كلوكوز اللي هو اسفل مخطط اخر جزائل كلوكوز عن طريق شنو كلوكوز تكس فوسفاتيز يعني الفوسفاتيز هو يزيل مجموعة الفوسفات من كلوكوز يتحول الى فري كلوكوز وبالتالي انا حولت الى كلوكوز حر يعني معناه تحول من الجلايكوجين الى كلوكوز يعملية جلايكوجينولايتز اذا هذا النص الاخر هو يمثل جلايكوجينولايتز سوف لايكوز فقط جلايكوجينولايتز لايكوجينولايتز اذا فصل الى جلوكوز من كلوكوز وايكوب كلوكوز نص المخطط نظر على المقاطف كلفت الى جهة اليوم الايما كرب و النص الآخر الدول على المقاطق zlich انزائA بناء تتحول الى كلوكوز مازالة كلوكوز قMP الليعكوجينولايتز تسمى هالعمالية بجلايكوجينولايتس لان عملية تعتبر عملية معاكسة الى الاخرى عملية تنظيم هذا المثار تكوين جلايكوجين عن طريق الانزيم السنتيز اللي استشفناه بالمخطط السنتيز او جلايكوجين سنتيز هذا الانزيم اللي يعتبر طبعا يكون بحاثيا اما اكتب او اناكتب جلايكوجين اي اللي هو اكتب او يعتبر يعني اذا التسفرة من عنده هو يكون اكتب بينما البي يكون اناكتب خامل عن طريق يعني من مضيفة تسفرة رح يكون شنو اناكتب اذا انتم تسفولي لها الخطوة انه الجلايكوجين السنتيز سوى المسؤول عن الجلايكوجين السنتيز الجلايكوجين السنتيز يكون بحاثيا اما اكتب او اناكتب الاكتب اذا في الفتسفرة من عنده يكون اكتب بينما بعامية الفتسفرة يقول ان يكون اناكتب الاكتب يسمى اي والان اكتب يسمى بي اذا هذا المسار اللي يكون يشراح عملية الجلايكوجين السنتيز اه نبدي بجلوكوكون الجلوكوكون اه هو طبعا انا طلاب يخربطون به بينه وبين الجلايكوجين الجلوكوكون هو هرمون يفرز من الاتيل من البينكرياس وهو يعمل عكس عمل انزين الانسولين يتواجد بالليور اما الابينفرين ايضا هرمون يفرز من الادرينال اقلان يتواجد بالمصر هاي الهرمون الجلوكوكون والابينفرين يعملان عكس الانسولين يعني يزيد النسبة الجلوكوز بالدم باشارة من توضع إلى البيبوب هجيلir الانزيم الاتينيلاد سايكليايز من النوع الإن اكتف الى النوع الامحف يعني هنا تحول إلى اكتف ادينيلاد سايكليايز وبالتالي هذا الحصول تحول الاتينيلاد سايكليايز عن طريق سيجنال غوما الكلاقوكون الابينفرين الاطينيلاد سايكليايز ورا ما يتحول سيحول ان الاتب يتحول الى ادينوسين مونوكوسبيت يعني الادينيلاي سايكليز يعني الادينيلاي سايكليز يتحول الاتب الى الامب اذا نحصل الى هذه الخطوة اللى هو تكوين الامب امنيا من الادينيلاي سايكليز ومن الكلوكوكون والابينفرين اللى حفزت لنا هذا الانزيم على تكوين الامب الامب بدوره اش رح يسوينا نكمل الخطوات ونرجع على الخطوة الجانبية التكوين يتطين طبعا هاي الاشارة الموجه بدي اش رحوها يعني اكتفاكشن اكتفاكشن عاني هنا هندي يتطين التكوين الامب من يتحفز يتطين اكتفاكشن للبروتين كاينيز يحول المن الاكتف الى الكاينيز الاكتف ليه يحول الكاينيز الاكتف عمدي يدخل المجموعة فوس فات المن الى غلايكودين سمتيز. لش يكون هنانم حولنا الكاينز الى اكتز. الكاينز الاكتف بواسط هاي الاشارة الموجبعاتها. بواسط فوسط ريلايشن. هيطيني الاكتف غلايكودين سمتيز اي. يسيلا ان اكتف غلايكودين سمتيز بي. عشان تحولي غلايكودين سمتيز اي من الاكتيف الان اكتيف ورفة اضافة مجموعات. وبالتالي من اني اكون يعني تويس انهيبشن اوف غلايكو جينيسيز. اذا هذي اشارة سالبة على السهام يعني سواء انهيبشن او توقف عملية غلايكو جينيسيز. وبالتالي عن طريق الاي ام بي المتكون. اني هو قفرة غلايكو جينيسيز واسطتها انزيم اللي سوينا لانهيبشن غلايكو جينيسيز جينيسيز. عندنا الخطوة الجانبية ان نرجع لها اللي هو اي تي بيتحول الى 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 اي ام بي لنستمر بصورة اوفقية. عندنا الفوسو داي استرايز لهذا الانزيم يتحفز بواسطة الانسولين. دا نشوف الانسولين موجة بيطينا الفوسو داي استرايز يعطينا اكتيف. فيتحول الى اي ام بي من اكتيف الى اي ام بي تحول الى اي ام بي عن طريق شنو? الانسولين. وبالتالي هنا انا عمل الانسولين هيكون معاكس لعمل الهرمونات غلاكوكون والابنفرين. غلاكوكون والابنفرين مثل ما شفناها بالمخطط انه ازيد من الاكتيفات اوف شنو الاي ام بي بينما الانسولين تقلل من الاكتيفاشن. وبالتالي سويت ان هي اي اي ام بي وعكس عمل الهرمونات اللي هي المسيرة. رجوليشن اوف غلاكو جينولاتيز. عملية تنظيم غلاكو جينولاتيز تتم بواسطة انزيم الفوسفوريليز هو الانزيم الرئيسي المسؤول عن تنظيم غلاكو جينولاتيز. اغني الفوسفوريليز هيكون بحالتين فوسفوريليز اي يعني اكتب يعني فوسفوريليز فورم. اما الفوسفوريليز بي يكون الاكتب يعني دي فوسفوريليز فورم. اكتب السانتيز اللي اخذنا بالرجوليشن اوف غلاكو جينولاتيز. اه هنا يكون الاكتب اه وذلك بازالة الفوسفات من عنده ويكون البي هو الاكتب. ازين المخطط كله نفسه. نفس الرجوليشن اوف غلاكو جينولاتيز داخل الخطوة الاخيرة هي اللي حتفلك. يعني بجينا بالكلاكو كون والابينفرين هالهرمونات اللي تحطت الاديني تايكليز على تحطم الاي تي بي وتكون الاي ام بي. وبالتالي الاي ام بي من يتكون يطينا اشارة المن للبروتين كاينيز والفوسفوريليز كاينيز. يعني اضافة مجموعات فوسفات. شوفها من هال الخطوة عندنا بواقعة الفوسفوريليشن ادنا خطوة كان فوسفوريليشن اول واحدة هنا تتحول الفوسفوريليز كاينيز. الاكتب الى فوسفوريليز كاينيز الاكتب. وبالتالي يتحولك لاي كوجين فوسفوريليز بي ان اكتب الى لاي كوجين فوسفوريليز اي اكتب. وبالتالي احنا من زيد فعالية الفوسفوريليز اي. يعني زيد الفعالية ماتة. يعني انشط. شوف السهم هنا. الاشارة موجبة. دلالة على تنشيط لها اه دورة. تنشيط دورة غلايكوجينو لايتز. لانه اي نشطة الفوسفوريليز. هو الانجين المسؤول عن تكسر غلايكوجين. عن طريق غلايكوجينو لايتز. كلوكو انيوجينيسز. هي الدورة تشمل تحويل جميع المواد اللي هي كاربوهايدراتية مثل البروتين والليبذ يعني يمينه اسد والفاتي اسد الى الكلوكوز في حال عدم توفر الكلوكوز. اهم الاعضاء اللي تعمل فيها كلوكونيوجينس هي الليفر والكاديمي. اذا الليفر والكاديمي هو الميجر كلوكونيوجيني كاتيشيوز. كلوكونيوجينس مفيدة جدا لانه اذا لم تحدث داخل الجسم تؤدي الى هايبوغلاستيميا في حالة الميجر تشتغل فيها اللي تشتغل فيها اللي تشتغل فيها اللي طبعا الكليسرول مثل ما شرحنا سابقا انه متكون من التريغليسرول عندما يتحلل الكليسرول الفاتي أسد. الكليسرول هو produced by the adipose tissue and also البروبيني هو الميجر جدا المسل. بالمسل الجسم يحتاج الى طاقة سبيرة جدا نتيجة للحركة فجلايكوليسر تم بسرعة. فبالتالي اه هنا تتكون كمية من البيروفيت اللي يتحول الى شنو عدنا الى الاكتايت. ولكن ما تدخل اه دورة كريبت او اه تي تي اي وذلك اه اه الدفشينسيت اوف اكتجين يعني هاي بوكسية عدنا بالمسل. فما تتكون دورة كريبت اذا عمليتك الى الكوليسسنتية عند البيروفيت اللي يتحول الى الاكتايت. فيسر عدنا منرور الوقات. اكلميليشن اوف الاكتايت. فور لارج اماونت. هاي اذا استمر عمل في الاكتايت. بالمسل تؤدي الى الويكنس وممكن تؤدي الى الجيس. فبالتالي هو يخلص الجسم من الاكتايت المتراكم في المسل. الى الكلوكوز اللي هو مهم جدا لانتاج الطاقة. اهم التثميات اللي. اه اه اه. coore Season on Allactic Acid Cycle. يعني افر اراج بمال g opol Э أيיא هو ملم LoveBlur차�erica Armour Parakel Cycle وال非常und nightso. هاي هي عدنا الكوري عدنا الى الكوري"-تايت اه انشوف العملية يأتي انا واحدو بالالروفار ووحدة بالمسل. بالمصل عملية تحول الكلوكوز الى جزئتين من البيروفيت واتجاه التهم ينتج جزئتين من الاتب وبالتالي التو البيروفيت متكون يتحول الى الاكتايت التو الاكتايت عبر البلاكتريم تروح للليفر هنا بالليفر هي عملية الكلوكوانيوجينيسي فنشوف التو الاكتايت المسكونا بالمصل ترجع ان هنا بالليفر عبر البلاكتريم تتحول الى 2 بايروفيت وتحتاج الى 6 جزئت 6 مولكول اي تي بي لانتاج الكلوكوز وبالتالي احوالنا بحقق جزئتين من اللاكتايت الى جزئة كلوكوز تنتج من مواد غير كاربوغريتراتية الى مواد كاربوغريتراتية بعملية كلوكوانيوجينيسيز نشوف الهي بالمصل يتتم هاي العملية مشابه الى كلوكوز يتحول الى بايروفيت ويتحول الى الاكتايت اذا بالمصل يتم عملية الكوانيوجينيسيز بينما بالليفر هي ismaylor لتسم عملية كلوكوانيوجينيسيز هذا المخطط الاول الخاص بالكلوكوينيوجينيسيز اللي هي كوري سايكل اما الباتوي الاخر هو كلوكوز ألنيين سايكل هنا لنشوف المخطط ايضا عندنا بالمصل وعندنا بالليفر عندنا بالمصل كلوكوز يتحول الى جزئتين من البايروفيت ومن ثم الى اللاكتايت وانتاج خلال هذه العملية تو اي تي بي هنا ايضا لحد الان تسمى البايروفيت المتكون يتحول الى الألنين يعني تو بايروفيت جزئتين من البايروفيت تتحول الى جزئتين من الألنين بوجود الالنين المتكون هنا بالمصل يتحول الى الليفر عن طريق شنو البلاكستريم فهنان بالليفر يتحول الى الليفر عن طريق شنو البلاكستريم وانتاج خلال الجزئتين من الألنين المتكونة حتتكون ايضا ترجع مرة ثانية اتكون بايروفيت جزئتين خلال هذه العملية طبعا اكيد رح ينطبح انهتو من الألنين وخلال دورة اليورية يعني الانهتو المتكونة أنه يكون اربع جزئات من الاي تي بي يضطيني يوريا لان اليوريا متكونة من الانهتو يعني احنا ستركتر مال اليوريا انهتو انهتو فالانهتو والمكان الرئيسي لليوريا عبر دورة اليوريا هنا نتحدث يوريا اما بقية الألنين يتحول الى البايروفيت اذا الالنين هنا جزئتين ينتج منها انهتو وهي منها جزئتين من البايروفيت هذا البيروفيت تحتاج إلى 6 من الـ ATP لإنتاج جزئة واحدة من الكلوكوز وبالتالي هذه العملية تسمى كلوكو انيوجينتز للسم بالليفار إشان عرفت أنه عملية تسمى كلوكو انيوجينتز هذا اللي بالليفار لأنه الألمين هي مادة أمين وأسد تحولت إلى كلوكوز مادة كاربوهايدراتية وبالتالي أنا حصلت من مواد غير كاربوهايدراتية حصلت كلوكوز بعملية كلوكو انيوجينتز 2 المخاطف الكنين تنظيم مسار مسار وانتاج الطاقة وبالتالي زيادة جميع لموت الدم بينما ينغري في حالة اول فشل الجسم يحتاج الى الطاقة. فبالتالي الكلوكوكون حيث سوينا شنو جلوكو انيوجينسي لانتاج الطاقة. بينما في حالة الويل كي ديستيك يعني احنا نبهاي الحالة الانسولين انهيبشن اوف او انهيبت اوف جلوكو انيوجينسي لان الجسم مكتفي من الاتيهي. اه احنا لا نشوف دايابيتك ميليتر. فحال دايابيتك ميليتر الصراحة هو الميتابلزم. اه. اول ميتابلزم والسواردار. يعني سواء استوريج او سواء الانيرجي هنان بهاي الحالة البيشنط هيعاني من الميتابلزم والسواردار. عدنا موضوع اخر هو الكحول انهيبت فلوكو انيوجينسي. اشوان الكحولات تقلل من مسار تكوين فلوكو انيوجينسي وبالتالي هايبو غلاسيميا. سوفونا الرياكشن هنان انه الاتانول يستحدو الانوية الان اي دي بلاس بانتاج الاسيتالف ديهايد زائد ان اي دي اي اي زائد ان اتش بلاس. اذا نشوفnia найتانول حيتاعفد الى الاسيتالف ديهايد. اه وذلك بوجود ان اي دي بلاس اللي حيسحبها يايدروجين شوفان اi دي تحول الى ان اي دي اتش زائد ان هايدروجين. اذا نطلع عنا 2 هايدروجين وبالتالي لايتانول يتحول الى الاستالف ديهايد. اذا الشخص دي تعاطى اي تانول مشروبات كثولية بمرر الوقت تحول اه كميه سبيرة من الايتانول الى الاستبد هاد. وهي الاستبد هاد كمية كبيرة. هتتراكب باللبرين. هتتسوينا الترنح او عدم التوازن ان الاشخاص اللي تعاطون مشروبات سهل نلاحظهم اليوم هاي الحالة. زين. الان ايدي اتش متكون هيتفاعل. شوف هنان التفاعل الاخر. انا ايدي اتش متكون يتفاعل ويا البايروفيت وتفاعل ويا الاوكزال واسيتيت اللي هي هاي دي من الميجر سبتترايت او اللي يشتغل عليها وبالتالي تكون عندي الهايبوغلاسيميا. هاي النقطة الاولى النقطة مالذي نلاحظ ايضا. ايضا. اقصرت ان تركيز كلوكوز. لذلك التركيز كلوكوز في الدم نتيجة قلة تكوين 3. 5. في حالات الهايبرغليسيمية يزيد كمية تجميع الكلوكوز على شكل بلاكوجين في حالات الهايبرغليسيمية الانسولين هو هرمون يفرز من بيتا سيل من البنكريات وايضا نواقع مهمة لنقل جزئات الكلوكوز الى داخل الخلية وما عندنا primات الأجواء في وهنا يدرب الجزئات و المحتاجات هذا كلوكوز مختلف ب تم التالس اللي هو يعني هنا اقول يعني اقول له يعني اقول يعني اه يعني فهنان عدنا الوكسة قليلة يعني اشتغل حتى بتراكيزة قليلة جيئات كلوكوز ممكن يفسرها بينما الوكسة قليلة فقط اشتغل في حالات التراكيزة العالية للكلوكوز يعني في حالات الهايبرغلايسينية في حالات اللي افتر منية غيزيد نسبة كلوكوز بالدم وهالي الحالات بالنسبة للهيومان اما في الرومنان there is absence of all that عدنا الكلوكوكون هو هرمون عكس عام يعمل عكس عمل هرمون الانسولين يكرز من الايثيال من البنكريات يعمل على استيميليتك لايكوجينولايسيز وكلوكوانيجينسيز لانتاج الانسولين وهو ايضا استيميليتك ادواء هايبوكلايسيما عندنا هايبوكلايسيما يحفظ الكلوكوكون على استيميليتك لوكوانيجينولايسيز وكلوكوانيوجينيسيز وايضا طبعا الفوسفوريليز المهم بذلك لكوانيجينولايسيز والانتاج كميات من الكلوكوز سيعتبر اكت فيا جنريشن اوف تي اي ام بي تي اي ام بي هي محفز بهذه الدورات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحافظ على كمية الكروكوز بالدم يعني في حالة قلة الكروكوز وبالتالي تكون هايبوكلاسيوم ممكن يؤدي إلى الدير فهنا الكروكوينيوجينيز هي توفر كمية من الكروكوز لغرض استمرار الحياة في حالات الجوع وين هي باتك الكروكوينيوجينيز وهذه مهمة جدا خاصة للبراين لأنه بالحالة هايبوكلاسيومي أول لعضاء الاستاثر والبراين ديس بكشو ممكن يؤدي إلى كوما آن دير الكروكوينيوجينيز هو يعني اللاكسيت المتكون بالمصل هنا نتخلص عن طريق الكروكوينيوجينيز بتحويله إلى الكروكوز الكليترول المتكون بالأديبوز تيشو أيضا يتخلص منه عن طريق غلوكوينيوجينيز البروبيوني الكوئي اللي يتكون من أكثر الأود نمبر اهنان هالكلية الكليترول هو الميجر سافترائد غلوكوينيوجينيز تحويله إلى الكروكوز وبالتالي نخلص أدر تيشو فرم أشنلات these materials